بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الآلية في برنامجكم مالكوكتابة الكرة ليست للتحفيل أو التضليل ولكن للهدف النبيل إبراهيل أهلا بك يا باشمونز أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من مالكوكتابة الكرة مش للتحفيل الكرة للمتعة لكن كمان الكرة مش للفتنة للتضليل ما أنا بقول الكرة لاشت للتحفيل ولست للتضليل ولكن للهدف النبيل الناس مش عارفة تدرك هذا الأمر ودي المأساة الثلاث كلمات دول غياب الهدف النبيل من أمام البعض بيحولها إلى كبوس وهذا الكبوس بيخليك تخرج عن الواقع وأنت تقيم ما يحدث حواليك أستاذ إبراهيل لما تكسب أنت الأعظم على الكون ولما تتعادل أو لقدر الله تخسر كل شيء أنهار وكل شيء لازم نبتدي من قول الساطر ليه؟ لأن الناس بتحفل على بعضها هو هو اللي بيخسر شيء الهم الموقف ده لكن ما هو خلي بالك يمن لك ويمن عليك أي واحد يحفل أنا حتى شوف حتى هيقول لك أصل أهلوية يعفلوا مش عايز عايز الأهلوية يسعدوا بالأهل ويفخروا بيه لكن مش عايزوا ما يحفلوا على حد الهدف من رياضة ليس التحفيل لكن الأخطر من التحفيل بقى إيه؟ التضليل والفتن التزوير والتضليل اللي هيقودنا إلى الكواريس مؤكدة وده اللي إن شاء الله هنوضحه وهنكشفه كمان في حلقة النهاردة اشتركوا في القناة